اللي بيجنني اللي هو لو كده كده حيتم انتقاض رئيس لجل الحكام سواء اجنابي او مصري بخلاص نخليها في المصري رئيس لجل الحكام هايو انتقد هايو انتقد وهيو هاجم هايو هاجم طول الوقت بخلاص يعني من بيتنا بق يعني نطلع مصري هو على مدار العصور يا كريم كان مين اللي بيدير التحكيم المصري ما كلهم مصريين إلا آخر سنتين صح مش كده برضو صح طيب إيه اللي فرق بالعكس أنا بشوف ان قلت عند حضرتك في برنامج حضرتك برضو ان الكابتن عصام عبد الفتاح هو افضل من اشتغل للتحكيم المصري في ناس كتير بتختلف معي في هذا الامر لكن هذا الامر واقع ما نقولك بأمانة عصام عبد الفتاح كان افضل من اشتغل للتحكيم المصري بوجود طبعا قابل منه الكابتن جمال غندور قيمة كبيرة جدا 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 أنا حتى قلت الكلام ده قلت لو اتحاد الكرة يعني شايف ان محمد فاروق لسه عايزوا يستنى شوية وكلام ده كله عند قامة كبيرة زي الكابتن جمال غندور الناس هتقف قدام اسم جمال غندور طبعا يعني ما احتراموا تقدير جميع الحكام مصر وجميع الناس الموجودين في المجال القروح هيقفوا قدام اسم جمال غندور وبرضه يكون محمد معنا بياخد خبراته والكلام ده كله وتمشي الامور لكن احنا النهاردة ليه يا جماعة بمفكر وبعد كده يا كريم في نقطة مهمة جدا هاتشو اخد بالو منها انت النهاردة لو بتدور على خبير اجنبي هتبتدور على واحد قاعد معندوش شغل لان جميع الدوريات في العالم بدأت مش كده برضو فمعنى انهم عندوش شغل معنى انه هو مش كفق مش كده برضو انت عندك الدوري العام الدوري المحترفين هيبدأ بعد حوالي عشرين يوم طب هو الراجل لو جي دلوقتي جي بكرة جي بكرة ايه اللي يعرفه ايه اللي يعرف عن الحكام اللي هتديروا الكلام ده كلك معنى معنى المتميهية لا انا هقول لك هو ببجاي ليه عشان هو اللي يشيل الهجوم بالضبط هو الصبور هو الديفنس بتاع اه مش عشان هو يشتغل طيب هو ده اسمه كده للأسف يعني اه طيب هل عرض عليك الفترة رفاة دا تلعمل في الأجلة الحكام اه عرض عليك اه كنت في البرنامج كنت مع حضرتك اه وخرجت من البرنامج لقيت عادي الناس المحترمين مكلمني وكده وانا الحقيقة فقلت له طيب ان شاء الله خير وكلام ده كله وبعدين قالولي طيب هو مستر برير موجود قالولي اه فقلت له طيب انا هشتغل معاه زيادة انا لسه خارج بالبرنامج مقطع فيه بس كنت معك عمالة اديله وادديله 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 في الاخر هيقولك فاكر لما كنت معك فاكر لما كنت فرقم عشرة فقالولي فقالولي لا مش هيكون لي دور الفترة الجاية وكلام ده كله قلت لا ما احترامه التقديري انا ما قبلش على نفسي ده يعني احترامة لنفسي حتى الناس نفسها مش هتصدقني بعد كده لما يشوفوا ان انا رجعت اشتغل مع راجل انا بهجمه بقول ان هو لا يصل على دورة التحكيم المصري حتى لو كان هو مالوش دور في الفترة اللي انا موجود فيها لكن محدش شايف ده مش منطقي فانا مش هقدر احترام نفسي بالطريقة ده صحيح فبالتالي انا اعتذرت بشكل الله والناس لها كله احترام والتقدير مبدئيا كده احنا خلاص يعني فضل الله حوالي عشرين يوم يعني على الدور متفائل بالتحكيم في الدورة السنة الجاية ولا مش متفائل لا لا طبعا الاعداد للموسم سيء ما احنا قلنا انا انكلمت من حضرك وقلت قلت الاعداد للموسم الله يبشرك طبعا مش مبشر انت لازم الاعداد للحكام بشكل كبير جد انت نهار ده اول مرة من سنين طويلة ان الفيفا ما عملش المعسكر الحكام النخبة ما عملهمش معسكر دي كان بيحصل في شهر 8 ده ما حصلش لأول مرة يمكن في التاريخ اللي بتخلن الزاكرة ان الحكام الدوليين المرشحين والمرشحين للقوام الدولية بيجروا في المناطق ما كان بتعملهم معسكر ويجروا تحت اشراف مسؤول من الاتحاد الدولي او من الكاف لكن ده ما حصلش السنة دي في بالتالي برضو ما احتراموا تقديري وكل الاحترام والتقدير لمركز شباب وبقير حاجة جميلة وحاجة محترمة لكن برضو احنا ليه الحكام يا جماعة بنروح نعسكر في مركز شباب واحنا عندنا محتراموا تقديري لعيبة ومدربين مقومين في فنادق خمس نجوم المنظومة الأضعف في الدنيا هي التحكيم انا لازم اعمل الحكم بشكل لائق افضل من كده الموضوع مادي احنا صرفنا لو مادي احنا صرفنا 70 مليون جنيه على 2 اجانب ما ضفوش للتحكيم واحد في المية كنا وفرنا 70 مليون دول يا كريم نطور حكمنا وانا اتكلمت في الكلام ده مع مجلس الادارة ولهم كل احتراموا التقدير جميعا اصدقاء اعزائي ولهم كل الفضل لكن قلت الكلام ده قلت يا جماعة احنا بنصرف فلوس كتير جدا 70 مليون جنيه رقم كبير جدا تطور بيه منظومة التحكيم 10 سنين قدام فبالتالي انا خليت الحكام دول في حتة تانية خلص طبعا طبعا انت بتتكلم في 70 مليون ماركي خد حوالي 40 وبريرا خد له حوالي 30 40 و 30 اه طبعا ده غير ايقامتهم وغير حاجت اه طبعا الله اه ما ليه انا بقعد اتخيل لو حكامنا بياخدوا الاركام ديت او مش يعني يعني اعصد الحكام بتاعنا يتصرف عليهم الاركام ديت سواء تأهيل او مرتبات او تفاصيل امورها تختلف تماما طبعا اه شي مهم جدا